بلوقتي هنروح مع حضراتكم لمجموعة من الأخبار الخفيفة اللي حصلت بر مصر النهاردة هيتم افتتاح حديقة ترفيهية مستوحاة من أفلام الرسوم المتحركة اليابانية الستوديو جيبلي المشهور في اليابان وده هيكون خلال وقت قليل المدينة الترفيهية دي تم تكلفتها وتكلفتها وصلت لي 300 مليون دولار تستلهم مجموعة من الشخصيات والحكايات والأفلام الكرتونية بما فيهم طبعا فيلم سبيرتي دوي الحائز على جيزة الأوسكار السوشال ميديا بقى لها يومين كده عليها فيديو استثنائي معروف طبعا عن البومة احنا عارفين ان البومة انها سبتة ومش ممكن تكون بتتحرك بسهولة قوي هنشوف بقى طبعا ان العادي بتاع ملامح وش البومة معروف عنها انها جمدة كده وجد لكن في بومة حلفت كل ده على السوشال ميديا بقى لها يومين وظهرت وهي بترقص على انغام لحن موسيقى في كنيسة في فنزوالا الفيديو اللي حضرتكم شايفينه وعنا دلوقتي على الشاشة محقق نسبة كبيرة من المشاهدة والتداول بين رواد مواقع التواصل التماعي معجبين جدا بالحالة اللي ظهرت على البومة وهي بتتفاعل مع الموسيقى المزيكة شازلي بتوصل لأي حد حتى الطيور والحيوانات واعتقد بقى ان لما ايجي حد يتنمر على حد بيقوله ده مكشر زي البومش حيعرف يقول بعد طبعا ده بيمدح فيه دلوقتي احنا فعلا اول ما رشوف بومة مكتاسمة ولطيفة ومفرفوشة طيب نروح لموضوع تاني لسا نكملين اخبارنا من بره مصر فيديو لشاب من دولة اوروبية ظهر فيه وهو بيقع في حفرة جوه مركز من المراكز التجارية الفيديو اللي شايفينه دلوقتي من خلال كاميرات المراقبة في الاول ظهر شاب بيفرغ حمولة في المخزن وجاي قدام شاب ماسك التليفون ومش مركز طبعا نتيجة عدم تركيزه ما شافش الفتحة دي طبعا الكاميرا بقى اللي في المخزن تحت جابته هو بيقع طبعا هو ما شافش فوقع في الحفرة لكن الحمد لله وقع على كارتين زي ما حضرتكم شايفين كده وما حصلوش اي اصابات او مضاعفات هو ده المثال الحي لكلمة وقع واقف؟ هو فعلا نجي راقب بس كلنا فعلا معرضين للمواقف اللي زي دي بسبب ماسك التليفون وتركيزنا في التليفون يعني انا مش بالتكلم كمان ده هو يمكن في مركز تجاري في يعني متطمن شوي لا ده فينا زي بتعمل كده في الشارع وهو ماشي في الشارع ماسك التليفون ومركز في التليفون واوي طبعا لقد الله ممكن يحصل اي حي صح